والآن إلى جولة في الصحف العالمية والإسرائيلية حول تطورات العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا في الستوري الأستاذ أكرم مع طلع الكاتب والبحث السياسي أهلا بك أستاذ أكرم معنا نلقي الضوء على أهم مقالته الصحف العبرية والعالمية أيضا البداية ستكون من صحيفة جيروزاليم بوست التي نشرت مقالا تحت عنوان تدمير حماس أهم من إنقاذ الرهائن قالت الصحيفة إن إسرائيل بحاجة إلى إعادة تركيز جهودها على الهدف الأساسي المتمثل في القضاء على تهديد حماس لإسرائيل واستعادة موقعها الرادع في الشرق الأوسط دعت الصحيفة إلى استخدام أقصى قدر من القوى العسكرية ضد حماس حيث ترى أن جميع المخاوف الأخرى بما في ذلك المخاوف المتعلقة بالمحتجزين والمدنيين يجب أن تكون تابعة للهدف الشامل المتمثل في القضاء على سيطرة حماس على غزة تعارض الصحيفة الدخول في مفاوضات بشأن المحتجزين مع حماس وترى أن ذلك يعزز من هيمنة حماس السياسية ويعيق متابعة الحرب حتى نهايتها وتحقيق أهدافها أما وكالة بلومبارغ نشرت تقريرا حمل عنوان نتنياهو يواجه احتجاجات بعد أن قتلت إسرائيل محتجزين بالخطأ بحسب ما أوردته الوكالة فإنه من المقرر تنظيم ظاهرة كبيرة في تل أبيب بعد أن قتلت إسرائيل عن طريق الخطأ ثلاثة محتجزين خلال القتال في قطاع غزة قالت الوكالة أن رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو يواجه انتقادات بسبب التقاع وسهل الملحوظ عن تأمين صفق التبادل أسرى جديدة مع حركة حماس أثار إعلان القوات الإسرائيلية عن القتلة تساؤلات جديدة حول سير حملة العسكرية بعد أن وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن القصف الإسرائيلي بأنه عشوائي للتحليل فيما جاء بالصحف معنا الأستاذ أكرم معطلة أستاذ أكرم أكرم حتى الآن ما زالت هناك أصوات في إسرائيل تطالب إسرائيل باتباع وانتهاج قوة قصوى غير آبها بأرواح المحتجزين يعني هي صحيفة جروزالين بوست هي ليست صحيفة وسطية طبعا لكن ربما تعود لسابع من أكتوبر هذا هو الهدف الرئيسي وهذا ما حصل في السابع من أكتوبر تعود صحيفة القول ولتذكر الإسرائيليين وهو ما يفعله الجيش الإسرائيلي أن الكارثة التي حدثت في سبع أكتوبر والرد على هذه الكارثة أكبر حتى من الرهائن وهذا قيل في الساعات الأولى لسبع أكتوبر والأيام الأولى عندما سئل بعض أضاء الحكومة عن 240 أسير كانوا موجودين في قطاع غزقة قالوا أنه سنعتبرهم ضحايا حرب لماذا؟ لأنه قوة إسرائيل تم المساس بها إسرائيل تعيش على الردع هكذا قال شمعون بيرت ذات مرة إسرائيل ضربت قوة الردع الإسرائيلية التي تمنع خصوم أعداء إسرائيل من المساس بها ضربت إسرائيل أصبحت في الأون الأخيرة قوة إقليمية مهيبنة خسرت ذلك ثقة المواطن الإسرائيلي بقدرات جيشه على الحماية أيضا هذه تراجعت كثيرا والأهم من ذلك أنه أسس المشروع الصهيوني كمشروع آمن بالنسبة لهود العالم الأكثر أمانا أيضا تم تقويضه وبالتالي إسرائيل لن تتعايش هكذا قالت مع حركة حماس طالما بقي حكم حركة حماس في قطاع غزة لن يعود أهل الكوبتسات والمستوطنون بجوار قطاع غزة وبالتالي هناك الهدف الرئيسي هو حركة حماس وليس المحتجزين هؤلاء عبارة عن ضحايا حرب ممكن أن تعتبرهم هذا ما تقول هذه الصحيحة أنتقل معك إلى بلومبرغ صحيفة بلومبرغ قالت نتنياهو يواجه احتجاجات بعد أن قتلت إسرائيل محتجزين أو رهائن بالخطأ برأيك ما سقف هذه الاحتجاجات؟ هل يمكن أن تشكل قوة ضاغطة بالفعل على نتنياهو وعلى حكومته؟ يعني الحدث كان بشجاعية ساعة العشرة صباحا وأعلن عنه مساءا لكن بعد ساعات أعلن عن تحريك موضوع صفقة جديدة أو إسرائيل خولت رئيس الموساد لود برنيع بالتحرك بهذا الملف بمعنى وهذا نتج عن الاحتجاجات وشعور الجيش الإسرائيلي بما فعله افتكب عدة أخطاء بهذه العملية الخطأ الأول أنه قتل إسرائيليين الخطأ الثاني أنه قتل ما كان يفترض أنهم فلسطينيين مستسلمون ويرفعون الرأيات البيضاء وهذه فضيحة جديدة تضاف إلى سجله وهذا يعني أنه قتل الفلسطيني حتى وهو مستسلم شيء طبيعي عند إسرائيل هل ستؤثر في المجتمع الدولي برأيك؟ بالتأكيد هذه تحقيقات إسرائيلية هذا لم يقوله الفلسطيني هذه تحقيقات إسرائيلية مبرر الجيش الإسرائيلي ظن أنهم فلسطينيين ظن أنهم فلسطينيين وبالتالي هذه ممكن أن تقدم كوثيقة إدانة من تحقيقات لجنة تحقيق إسرائيلية خاصة بالجيش هي التي أخرجت هذه النتيجة لكن الاحتجاجات فورا بعد الإعلان على الحدث بالأمس مساء الاحتجاجات اندفعت الشوارع في إسرائيل وشكلت ضغطا جديدا على الحكومة الإسرائيلية لأن الحكومة الإسرائيلية باتت تدرك أن تحريرهم بالقوة بات مخاطرة كبيرة وصفقة مع حركة حماس أيضا مخاطرة معنوية كبيرة لأنه شروط حركة حماس كبيرة وبالتالي أصبحت الحكومة عالقة بين مخاطرة ومخاطرة في وضع صعب جدا وبالتالي ربما أنه محاولتها لفتح الملفية مدركة أنه استجابتها لشروط حماس بوقف الحرب كما تقول جيروزين بوست هي مسألة سوف تحدث أثارها الكبير على تآكل إسرائيل ووجودها بالمنطقة حتى وهذا ليس كلام مبالغا به وبالتالي إسرائيل لا تستطيع وقف الحرب ولكن لا تستطيع الاستجابة لشروط حماس بوقف الحرب وبالتالي لا تستطيع تحريرهم بالقوة بالأمس أكثر محاولة كادت أن تكون ناجحة لإطلاق سراح أسراء إسرائيليين ومع ذلك فشلت فما بالك بالمحاولات الأخرى التي يمكن أن يقع فيها المحتجزين المحتجزون الإسرائيليون يمكن أن يقعوا بين إطلاق نار بين الجانبين بالتأكيد قتل محاقة طب إذا كانت أكثر عملية كادت أن تنجح فشلات فكيف سنجح محاولات أخرى أتابع معك أيضا ما جاء في واشنطن بوست حيث رأى تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية في افتتاحيته بعنوان المطلوب ليس وقفا مؤقتا لإطلاق النار في قطاع غزة أو هدنة أخرى غير مستقرة بل تسوية دائما للصراع الفلسطيني الإسرائيلي قال التقرير أنه يحسب للرئيس الأمريكي جور بايدن أنه بدأ في دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نيتنياهو في تصريحاته إلى قبول خطة اليوم التالي التي من شأنها وضع الأراضي الفلسطينية على طريق إقامة دولة في نهاية المطاف وأضاف أن التزام إسرائيل بحل الدولتين ليس سوى شرط مسبق للتقدم وستحتاج غزة إلى إدارة تمكنها من إجراء الانتخابات وتكون جزءا من المحادثات المستقبلية مع إسرائيل اعتبر التقرير أن الخيار الأفضل والوحيد لإدارة غزة هو السلطة الفلسطينية التي تدير أجزاء من الضفة الغربية مشيرا إلى إمكانية الضغط على حكومة بن يمين نيتنياهو للوصول إلى حلول يقبل بها الطرفان وتعزز مكانة أمريكا كحكم محايد أما صحيفة Wall Street Journal فنشرت تقريرا تحت عنوان على الولايات المتحدة تضغط على الفلسطينيين لتأمين غزة بعد رحيل إسرائيل قالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين فلسطينيين أن مستشار الأمن القومي جيك سليفان حتى القادة الفلسطينيين على المساعدة في ضمان الأمن في قطاع غزة بعد الحرب حيث يأتي ذلك بعد يوم من دعوته إسرائيل إلى وقف القتال ضد حماس بحلول نهاية العام حسب الصحيفة تخشى الولايات المتحدة من أن تسود الفوضى وأن تتمكن حماس من إعادة فرض نفسها دون وجود قوى أمنية قوية لسكان يبلغ عددهم مليوني شخص كانوا في أمس الحاجة إلى الغذاء والماء والمأوى منذ شهرين قال مسؤولوننا أن صالفة مطلبة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس توفير أفراد أمن يمكنهم تشكيل نواة قوى للقيام بدوريات في غزة حيث تمت مناقشة خطة لتدريب ضباط في قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية من أجل العمل في غزة بعد الحرب موقع أكس يصف أفاد بأنه من المتوقع أن يلتقي مدير جهاز الموسادة الإسرائيلي ديفيد بيرين مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني في النرويج نهاية هذا الأسبوع وذلك لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد يسمح بالإفراج عن المحتجزين إسرائيليين من غزة وفقا لمصادر مطلعة أشار الموقع إلى أن هذا اللقاء سيكون الأول بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والقطريين منذ انهيار وقت إطلاق النار لمدة سبعة أيام الذي أدى إلى توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية إلى جنوب غزة أيضا لفت الموقع الأمريكي إلى أن عودة إسرائيل إلى طاولة المفاوضات يشير إلى أنها مستعدة للدخول في صفقة جديدة لإطلاق صراح بقية النساء التي طالبت بهن سابقا حسب التقرير خلال نهاية الأسبوع الماضي أجرى وسطاء قطريون اتصالات لمسؤولين إسرائيليين للوقوف على استعدادهم للدخول في محدثات جديدة مع حركة حماس وقال المصدر أن إسرائيل أبدت استعدادها لملاقشة اتفاق جديد يتضمن إطلاق صراح النساء المتبقيات التي طالبت هن في الصفقة السابقة والتي أعلنت حماس أنهن مجندات مرة أخرى أعود إليك أستاذ أكرم أتحدث أكثر من صحيفة في الحقيقة تحدثت عن فكرة اليوم الثاني لبعد الحرب هذا أو هذه الرؤية باتت أطروحة بشكل كبير نقاط كثيرة يمكن مناقشتها ولكن سؤالي الأول لك هل يتم اليوم إشراك السلطة الفلسطينية بهذا الموضوع أم الحديث عنها على أنها ستنفذ ما تؤمر به من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل الخلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على اليوم الثاني الولايات المتحدة الأمريكية تفكر بهذا الموضوع لأنها تدرك أنه لا يمكن للجيش الإسرائيلي إلا أن يخرج من قطاع غزة نظرا لرغبة إسرائيلية لو قالت أنها تريد احتلال قطاع غزة ربما يكون الأمر مختلف لكن إسرائيل تريد أن تقوم بعملية انتقام كبيرة وتعتقد أنه تستطيع إنهاء حكم حركة حماس لكن السؤال وماذا بعد هذه منطقة سكانية لا يمكن أن تترك بدون خدمات بدونها وإلا فإسرائيل تدفع ثمن بمعنى أنه الأمر ليس تلك السهولة الآن تم فحص كل الخيارات جاء بلينكين في الأسبوع الأول للحرب في المنطقة كان يريد أن يبحث مدى إمكانية حكم مصري، إمكانية دول عربية، إمكانية أمم المتحدة على نمط 17.01 في لبنان كل الخيارات تم فحصها في ظل نفي الإسرائيلي لاستعداده للبقاء في قطاع غزة أو لحكم كان الأوروبيون يطرحون فكرة تحالف دولي أيضا كل الخيارات مغلقة أمامه ليس هناك خيارات إلا حكم فلسطيني لمنطقة فلسطينية هذا منطق الأشياء طبعا مفترض أن يكونوه كتبائن بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الفلسطينيين وهما تسعي لولايات المتحدة الأمريكية تأهيل السلطة الفلسطينية تحدثوا بشكل واضح عن إعادة تأهيلها، إعادة تجديد السلطة الفلسطينية إعادة حكمة وبس سيطراتها هذا مصطلح الحكمة من أكثر من 20 سنة في فترة ما المقصود بها أستاذ أكرم؟ ما المقصود أيضا بإعادة تأهيل السلطة الفلسطينية؟ تغيير شخصيات في الطوابق السلطة تجديد ضخدم جديدة روح جديدة عادة الحكمة مقصود بها قدرتها على أن تحكم السلطة الفلسطينية وضعها ضعيف الضفة الغربية شمال الضفة الغربية تبدو كأنها خرجت من تحت حكم السلطة وبالتالي هذا السؤال كان والإسرائيلي استقوى بهذا السؤال أن السلطة لا تستطيع أن تمد سيطرة على ناب بسواجينين والمناطق شمال الضفة الغربية فكيف تستحكم قطاع غزة؟ هنا جاء الرد الأمريكي بإعادة تأهيل السلطة حوكم الثالث استطيع أن تحكم في قطاع غزة لكن هذا الموضوع يفترض أنه موضوع داخلي فلسطيني الحكم الفلسطيني يجب أن نكون نابع من الفلسطيني إذا ما نفذ هذا السيناريو اليوم ونحن نتحدث عن كنا قد تحدثنا أنا وأنت قبل فترة بأن غزة حالة خاصة غزة الامتفاضة غزة المقاومة غزة لا تشبه أي منطقة أخرى وبالتالي مثل هذا الوضع إذا ما نفذ في غزة كيف سيكون رد الفعل الشعبي الفلسطيني أهل غزة؟ يعني هو شوفي قطاع غزة تلقت ضربة كبيرة وضربة شديدة هو هذا الموضوع يفترض أن تتعاطى مع السلطة أن هذا مشروع مؤقت لإجراء الانتخابات بدون انتخابات تبقى كل حكم فلسطيني ليس فقط في قطاع غزة بل أيضا في الضفة الغربية تبقى حكم غير شرعي ويحكم برغم إرادة الفلسطينيين هذا موضوع قيل سابقا وبالتالي هنا الحديث عن أن يجب أن يكون حوارا فلسطينيا داخليا هذا الموضوع الحكم الفلسطيني يجب أن يكون نابع من إجماع فلسطيني ومن حوار فلسطيني لا يستثني أحد من الفلسطينيين لكن أن تحكم السلطة الفلسطينية بدون الاتفاق الفلسطيني وبدون تعاهد بإجراء الانتخابات خلال فترة قصيرة هذا الإجراء الانتخابات يكون بعد اتفاق فلسطيني عام لا يستثني أحد من الفلسطينيين هذا هو الطبيعي لكن حكم الفلسطيني بالقرار الأمريكي وبالإرادة الأمريكية وبالتصور الأمريكي أبدا أنه بحدث إشكالية لن يكون مقبول بالشكل الذي نعتقد في قطاع غزة أستاذ أكرم عطلة شكرا جزيلا لك الكاتب البحث السياسي شكرا لك شكرا لك